ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يجب أن يكون المؤمن على حذر بأن يحكم على الله في شيء بل يجب أن يكون متبعا لأمر الله ولدينه ويكون خاضعا خائفا من الله جل وعلا أما أن يحكم على الله أنه يعمل هذا الشيء ويفعله فهذا يسمى تألي على الله والتألي يطلق على الحلف ولهذا قال والله لا يغفر الله لهلان فجاء أيضا في السنن أن هذا الرجل أنه قال ذلك غيرة لله جل وعلا وإنكر المنكر ولكنه أخطأ أخطأ حيث أكسم بأن الله لا يغفر له وتفصيل ذلك كما في الحديث يقول كان رجلين من من كان قبلكم متحابين في الله جل وعلا وكان أحدهما مجتهدا والآخر مقصر وكان المجتهد كلما شاهد أخاه على ذنب نهى ونصح يا هذا أكسر يا هذا أخف الله وفي يوم شاهده على ذنب استعظم وقال يا هذا أكسر والله لا يغفر الله لك قبضهم الله جل أرسل إليهم ملك فقبضهما ثم أحضرهما بين يديه وقال للمقصر اذهب إلى الجنة برحمته وقال للمتألي أتستطيع أن تمنع رحمتي العبادي اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة وهذا يدلنا على وجوب التحفظ إن الإنسان يجب أن يتحفظ من لسانه إن لا يقع في كلمة قد تكون سببا لهلاكه ومن ذلك التألي على الله كونه يقول إن الله سيفعل كذا أو لا يفعل كذا ومن ذلك الحكم على عباد الله تحكم على فلان أنه كافر أو فلان أنه في النار أو ما أشبه ذلك كل هذا أمور خطرة لا يجوز أن يقدم عليها عاقل فضل عن المؤمن أن هذا إلى الله هو الذي يحكم بين خلقه نعم إذا ثبتت الأمور الشرعية يجب أن نقول بها ولكن المصيبة أن أكثر الناس لا يفقه الأمور الشرعية ويأخذ الأمور على علاتها وقد يحملها على فهمه هو ثم يطبقها على الناس هذه من المصائب التي يلاقيها الناس اليوم وأكبر من ذلك أن كثيرا من السامعين يستمع ثم يبني هذا الذي يستمع على فهمه ثم يذهب ينشر فلان يقول كذا وفلان يحكم بكذا وكذا هذه أمور كلها يجب على المسلم أن يتثبت فيها ويتثبت ولا يحكم إلا بالشيء الذي ليس عنده فيه إشكال وليس عنده فيه أي تردد بل هو دلت عليه النصوص ولهذا يذكر أهل السنة في العقائد أنه لا يجوز أن ينزل أحد في الجنة أو في النار إلا ما أخبر الله عنه فقط قل ولا ننزل أحدا في جنة ولا نار يعني معينا من أهل القبلة ما هم من الناس مطلق إلا ما أخبر الله ورسوله عنهم وأنزلهم الجنة والنار لأن الأمر إلى الله جل وعلا وهو الذي يحكم بين خلقه وقد يكون الإنسان يعمل أعمال ظاهرها حسن وباطنها يعلمه الله وقد تكون بالعكس وقد يختم للإنسان بأمر سيء وقد يختم له بأمر خير فكل ذلك من ما يوكل إلى ربنا جل وعلا ولا يجوز لنا أن نحكم على ربنا بشيء تعالى الله وتقدس نعم